أصدر غبطة البطريار في أفلس الثالث بطريار في القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين للروم الأرثوذكس مرسوما بطرياركيا يقضي بتشكيل المجلس المحلي لطائفة الروم الأرثوذكس في القدس برئاسة السيد حنة عميرة وعضوية سبعة من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات في القدس وقد حدد المرسوم البطرياركي مهام المجلس الجديد في تعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات المقدسية ورفع شأن الرعية وحماية جهودها والحفاظ على مقدراتها كما تضمن توجيهات غبطته بضرورة مباشرة الإجراءات اللازمة لإقامة مشروع إسكان وناد على قطعة من أراضي بيت حنينة في القدس خدمة لأبناء الرعية